السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الستاتيك كي وورد ان سي بلاس بلاس اللي هي الستاتيك فاريابولز بمعنى ان احنا كنا بنقول لو جيت أعرف متغير فقلت له انت اي بيساوي زيرو بش اي مشكلة خالص قلت له بعد اذنك اطبع لي سي اوت المتغير اللي اسمه اي وبعد كده انزل لي على سطر جديد فيش اي مشكلة خالص كانت بتقبلنا في هذا البرنامج انا عرفت متغير من النوع العددية صحيح انتجر اسمه اي وطبعت الاي طيب لو جيت كده قلت له اطبع البرنامج ده على طول بيطبع لقيمة الاي انها كانت بسفر وبينزل على سطر جديد وما فيش اي مشكلة طيب لو كان المتغير ده موجود جوه اللوب بالشكل ده كنت هتكرر خمس مرات فبتقول له فور انتل اي متغير بتاعي هيبقى عداد اسمه اي والاي ده بيبدأ بزيرو وبقول له طول ما الاي اقل من خمسة يعني اربع خمس عدات يعني يعني من سفر الاربع كل مرة خلي الاي بيزيد بمثابت واحد وجيت هنا روح تجاي فتح قوس وروح تجاي بدول كده تبع التكرار وروح تجاي يقافل القوس مرة تانية يا ترى ايه اللي يحصل في البرنامج ده هيبدأ العدات بتاعك بسفر ويفضل شغال لحد اربعة وكل مرة يزيد واحد يبقى يهد من سفر الاربع اللي هما خمس عدات او لو قلت له مثلا بيساوي واحد طول ما اقل من او يساوي خمسة عشان تبقى اوضح هيعدي لي من واحد لحد ما يوصل لخمسة فكل مرة هيطبع الاي يا ترى قيمة الاي في الخمس عدات هتبقى اي تعال كده نجرب مع بعض قيمة الاي بتكون داخل البرنامج دايما بسفر لماذا؟ ليه ما بيزيدش الاي وليه دايما بسفر حتى لو جيت روحت جاية كده هوا مزود الاي طب نجاوب على سوال ده الاول معذرة ليه فضل بسفر لانه كل مرة بيدخل جوه العدات بيروح جاية حجز المتغير باسمه اي ويحط فيه سفر ويطبعه فدايما هيبقى بسفر مفيش سبب يخليه يزيد طب تخيل ان انت قبل العبارة دي كنت بتقوله خلي الاي بيزيد بمقدار واحد يبقى كده الطبيعي ان الاي كل ما يطبع يبقى بكام اول مرة بواحد تاني مرة باثنين بتلاتة وهكذا تعال كده نجرب مع بعض في الحقيقة ان هو كل مرة بيبدأ المتغير اي بسفر وبعد كده يزود عليه واحد ويطبعه فيطبع واحد يروح جاي في العدد رقم اتنين يخلي الاي بسفر من اول وجديد ويزود واحد تطلع برضو بواحد يبقى في الخمس مرات بيعمل المتغير من اول وجديد وبيحط فيه كل مرة سفر وبعد كده يزود واحد فهو يلف التكرار خمس مرات واحد اي بان اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي كل مرة كان بيخلي العدد يرجع للسفر من اول وجديد لذلك انت حينا في البرامج بتبقى عايز حل المشكلة دي ازاي انك تقوله المتغير ده يبقى عمره في البرنامج هو الجملة اول لفة بس لو مليون لفة او لو في فانكشن او في دلة انت بتستطيع دي فاين فانكشن يعني دلة انت معرفها فبتقوله خلي ده الجملة دي تتنفذ مرة واحدة بس بمعنى ان لو جيت ضفت الكل امر او الكي وورد الاسمها استاتيك الامر البرمجي الاسمه استاتيك قبل كل قبل تعريف المتغير كلمة استاتيك دي بتستخدم مع تعريف المتغيرات كان في لوت بقى كان انتو هكذا زي ما احنا شايفين قدامنا وكتبت قبليها الامر استاتيك او الكي وورد استاتيك اللي هي لسه متكلم انا عنها دلوقتي يا ترى ايه اللي بيحصل في البرنامج تعالا كده نجرب مع بعض علشان نفهم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فاول مرة الاي كانت بواحد ودخلت تكرار فلاقى الجملة اللي بتقوله استاتيك انت ايه بيساوي زيره يبقى هيخلي الجملة دي تتنفذ جوه البرنامج مرة واحدة بس لو الكمبيلر قابلها ميت مرة هي تتنفذ مرة واحدة بس في اول مرة يقابلها الكمبيلر او المترجم فيها يخلي الايه متغير انتجر وقيمته بايه بسفر عشان كده لو قفت على الايه يقولك استاتيك انت ايه فهو ينفذها مرة واحدة فقط في اول مرة يقابلها وبعد كده يزود عليها واحد ويطبع الايه فالطبعة واحد يجي يروح ملافه في المرة رقم اتنين الايه بقت باتنين والاتنين اقل من خمسة فعلا فيروح جاي للاستاتيك انت يتجاهلها كأنها مش موجودة ويعديها ويخش يزود على الايه واحد فبقت باتنين ويطبعها ويروح للايه بتلاتة ويطنش الجملة دي ويروح جاي مزود على الايه واحد بقت بتلاتة باربعة بخمسة لحد ما التكرار يخلص فهو كده الامر او الكي وورد او الامر البرمجي اللي بيستخدم نع تعريف المتغيرات اللي اسمه استاتيك بيخلي الجمل التعريف المتغير اللي قابلها كلمة استاتيك يتنفذ مرة واحدة فقط طيب لو البرنامج قابلها مئة مرة هو مش هينفذها برضو للمرة واحدة بس وده الدليل قدامنا طيب تعالك هنا نشوف هنا الموقع يستخدمها في ايه الموقع يستخدمها هنا في اهو عمل هنا دالة والدالة دي سمها ديمو وجيه في الدمو دي عمل متغير اسمه استاتيك انت كاونت اسمه كاونت وبيبدأ بكام بسفر يبقى معناها ان كل ما يقابل الجملة دي في البرنامج بتاع الانت كاونت ينفذها مرة واحدة وبعد كده الكاونت تطبع وبعد كده عمل ايه يخلي الكاونت تزيد بمقدار واحد دي دالة ايه دي فاين فانكشن المبارمج عرفها بنفسه تعال بقى روح للبرنامج الرئيسي عمل هنا حلقة تكرارية بتهد خمس عدات من سفر الاربعة كل مرة عمل كول للدالة اللي سمها ديمو فالدالة اللي سمها ديمو دي لما تدخل هتلاقينا الكاونت اول مرة بس تروح عمل لاب سفر وبعد كده تزود واحد وتطبعه تاني مرة تزود وهكذا فطبعت سفر واحد اثنين تلاتة اربعة مع ان المفروض الطبيعي لو ما استخدمتش استاتيك ان كان كل مرة هيقابل الجملة دي اللي هي انت كاونت بيساوي زيرو يرجع الكاونت مرة تانية لزيرو ويضعه واحد فبدل ما كان يطبع سفر واحد اثنين تلاتة اربعة كان يطبع واحد 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 وكذا لحياة دي ما تدله ايه تخلص يبقى كده عارفنا ان الامر البرمجي اللي هو اسمه استاتيك ده بيخلي ان الجملة دي تتنفس في البرنامج وطوال البرنامج مرة واحدة فقط وكل ما البرنامج وكل ما المترجم بتاع اللغة يقابلها هيطنشها كأنها مش موجودة لذلك لما حطيتها جوة تكرار اللي حصل ان هو نفذها اول مرة خالها بسفر ويزود واحد وطبع فطبع واحد تاني مرة اثنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته